موسيقى قبل نصف قرن كانت الحياة تدب فيما كان يعرف بمدارس الشعب في أغلب القرى الفرنسية في شاتو شالون عبرت الطاولات الخشبية التاريخ وحافظت الجدران على رائحة الطباشير ولون الحبر البنفسجي بيير وميشيل يستحضران ذاكرة المدرسة عبر الصور الفوتوغرافية الجماعية لتلاميذ تلك الحقبة إذنهما بالكاد يتذكران بعض الملامح من زمن مضى من طفولة لم يتبقى منها سوى رنين الأسماء روني قضى نحبه أعتقد كان ممتلئ الجسم أعتقد أنه هو على هذه الصورة كنت صغيرا حين توفي أهي ذكريات حسنة؟ أجل هناك ما هو حسن وما هو سيء المعلمة كانت تعقبني بكتابة نصوص طويلة لأنك تستحق ذلك كانت تجلس هنا لم يكن هناك الورق الأزرق وكنا نحضر معنا حبات الكرز ونقوم برشقها بالنوى بيير وميشيل يناهز كلاهما التسعين من العمر ذات مرة كنا نلهو قمت بتمزيق قميص المدرسة شاهدتني جرمان التي كانت خائفة من عقاب والدتي وقالت لي تمهل سأركع ثوبك سعى المعلمون أنذاك لتحرير الضمائر وتربية النشء على حب الوطن أتذكر السيد سير كان معلما شديد الصرامة نحتفج بذكريات طيبة عنهم لقد نجحوا في تعليمنا الكثير من القيم الجو كان أخويا ورائعا بحيث كان يدفعنا إلى التعلم كنت أكره المدرسة لكن هذا الجو حثني على التعلق بالدروس ماغتين ما زالت تحتفظ إلى حد الآن بقدرتها على الإبداع بالريشة في تلك الفترة لم تكن هناك آلات نسخ أو كتب تزاعدنا على الشرح بعد يوم كامل من الكتابة كنا نحس بالتعب والإرهاب مدرسة شاتو شالون تم إغلاقها في عام 88 جدتي كانت مشرفة على الفصل الخاص بالإناث وجدي كان يشرف على فصل الذكور كنت أعرف سيدات القضين نحبهن قلنا لي إن جدتي كانت تقدم لهن دروساً في الخياطة والطرز جوزات كانت معلمة سابقة في هذه المدرسة في عام 1971 كنا نحضر إلى الفصل مع التلاميذ وسط ثلج كثيف وكنا نشعل المدفأ القديمة كان معنا كلب يجلس أمام المدفأة إنها أيام رائعة بفضل جهود فرانسواز تحولت المدرسة اليوم إلى متحف منذ عشر سنوات تقطع هذه المعلمة السابقة عشرات الكيلومترات كل أسبوع في منطقة الجورة بحثاً عن تحف مدرسية قديمة هذا ما كنت أبحث عنه لأنها تعود إلى فترتنا الدراسية هذه وثيقة نادرة لقدمها ولها شاشتها فهي من الورق المقوى لا وجود لهذه اللوحة إلا في المدارس فرانسواز وزوجها عثر على عشرات التحف القديمة مثل هذه الدفاتر الدراسية النادرة هذا درس الخط حيث نتعلم كيفية كتابة حرف الأل يستقبل المتحف في كل سنة ثمانية آلاف زائر وهو تكريم رمزي لكل هؤلاء أريد أن يأخذ أطفال الحاضر فكرة عن الماضي هذا المتحف يجسد تكريم مدرسة جولفغي العلمانية والإجبارية والمجانية والتي نجحت في إخراج أربعة ملايين طفل من ظلام الأمية قبل الحرب العالمية الأولى اشتركوا في القناة شكرا